السلام عليكم في هذه الحلقة إن شاء الله أقدم لكم الطريقة الصحيحة لمسح ملفات الآيفون سواء صور مقاطع فيديو أو أي ملفات مهمة لا تريد من الآخرين استعادتها وهذا أمر مهم جدا في جميع الحالات وخصوصا عندما تريد بيع هاتفك أو لا قدر الله سرق منك أو ضاع فينبغي أن تكون قد حدفت ملفاتك المهمة بالطريقة التي أقدمها لك الآن حتى لا يسترجعها أي شخص فإلى التفاصيل أهلا من جديد سوف نعتمد أيضا في هذا الشرح على واحدة من أدوات العملاق دكتور فون هذه الأدات سبق أن أشرنا إليها لكن لم يسبق أن شرحتها شرحا كاملا لذلك نشرحه الآن إذن فقط قم بتحميل برنامج من الرابط أسفل الفيديو أنا سبقا قمت بتحميله بطبيعة الحال دكتور فون توركيت فور آرس أقوم بفتحه مباشرة بعد ذلك نتوجه إلى هذه الأدات Private Data Eraser ثم نقوم الآن بربط الهاتف بالحاسوب من خلال كبل الشحن أو كبل الUSB بعد ذلك يفتح معنا البرنامج على هذا الشكل نضغط مباشرة على Start Scan بعدها مباشرة سوف ينتقل إلى هذه الواجهة ويبدأ في فحص الملفات الموجودة على هاتفك صور مقاطع فيديو وجميع أنواع الملفات الموجودة على هاتفك بعدها مباشرة من هنا تختار نوع الملفات التي تريد حدفها إما صور أو رسائل أو مقاطع فيديو أي نوع من الملفات سوف تجدها عندك هنا أنا سوف أقوم الآن بحذف بعض الصور هذه الصور سوف تشاهد معي هذه الصورة هنا وهذه الصورة الأخيرة إذن أقوم بالتشير هنا أقوم بالإبقاء على جميع هذه الصور هذا أمر مهم سوف تشاهدوا معي إن شاء الله في آخر هذه الحلقة لماذا أبقين عليها وأقوم فقط بإزالة هذه الصورة وهذه الصورة هنا تذكر هذه الصور التي أبقيت عليها بطبعة الحال أنت في حالتك يمكنك إزالة جميع الصور جميع الملفات أو أي نوع من الملفات تريد إزالتها إذا كنت تريد مسحه بالكامل فقط تقوم بالتشير هنا على هذا الشكل حتى يتم وضع إشارة على جميع الملفات إذن مجددا أنا سوف أختار فقط الصور ثم أضغط على Erase from the device بعدها تكتب كلمة delete كما يطلب من البرنامج هنا يكتبه بالأزرق كما تشاهد معي delete ثم نضغط على Erase Now يقول لي بأنه يجب أن أقوم بتعطيل ميزة Find My iPhone من الهاتف إذن تذهب إلى هاتفك تذهب إلى الإعدادات ثم تنزل إلى الأسفل إلى أن تصل إلى iCloud بعدها تنزل أيضا إلى الأسفل وتجد عندك Find My iPhone قم بتعطيلها من هنا سوف يطلب منك إدخال كلمة cell التي تستخدمها في حساب أبل الخاص بك ثم بعد ذلك فقط تضغط على Turn Off بهذا تكون قد قمت بتعطيلها نعود مجددا إلى البرنامج ونضغط على Try Again والآن بدأت عملية المسح كما تشاهد معي في البرنامج يقوم بالحذف الكامل للملفات ومنع استعادة هذا وما يعرف بالWiPen أثناء هذه العملية قد تلاحظ بأنه يتم إطفاء أو إعادة اشتغال هاتفك لأكثر من مرة فقط أتركه إلى أن ينتهي لا تقوم بأي شيء حتى لو لاحظت بأنه يتم إطفاء وإعادة تشغيل الجهاز كل مرة وهذه العملية على العموم تطول أو تقصر على حسب عدد الملفات في هاتفك وعلى حسب الداكرة الداخلية الموجودة في هاتفك لذلك فقط انتظر إلى أن تنتهي إذن الآن البرنامج انتهى Erase Completed كما تشاهد معي يقول لي بأنني حدفت صورتين Camera Roll 2 دعنا نذهب لنتأكد من الهاتف إذا ذهبنا إلى الجالوري أو الفوتو وذهبنا إلى الصور كما تشاهد معي الصور التي أبقيتها تم الإبقاء عليها وتم حدف فقط الصور التي اخترت حدفها وبشكل نهائي لن يتمكن أي شخص الآن من استعادتها بأي طريقة من الطرق بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذه أتمنى أن تكون قد استفدت من هذا الشرح وعلى أمل اللقائبك إن شاء الله في الحلقة المقبلة دمت في أمان الله